بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والصلاة والسلام على ختم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يا أبناء شعبنا العظيم الصابر نساء ورقالا يطيبني أن أبدأ حديثي الموجهة إليكم بمناسبة مرور عام كامل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني بإزقاء التحايا الصادقة والمخلصة لكم جميعا أينما كنتم على طول أعرض الوطن الحبيب وفي بلدان المهجر سائلنا الله تعالى قلت قدرته أن يحفظ بلادنا ويقيها عوادي الزمن وأن يمنحنا جميعا الصحة والتوفيق في كافة شؤوننا العامة والخاصة أخواتي وأخواني من المهم أن أعلن منذ البداية بأنه لا توجد لدي أي رغبة على الإطلاق في تحويل مناسبة مرور عام كامل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني إلى فرصة لتدبيق المديح وإطلاق المبالغات في تقدير نقاحات وإنقاذات الحكومة التي أتشرف برئاستها لأنني أعلم جيدا أن هذا النوع من الأحاديث لا يعد أن يكون سوى وسيلة من وسائل التضليل الإعلامي وصورة من صور خداء المواطنين والرأي العام إذن طالما تقرعت شعوبنا هذا الضرب المقيت من الدعاية بينما كانت أوضاعها تتدهور وأحوالها تزداد سوءا وحقوقها تنتهك وترواتها تنهب لذلك فإني أعلن منذ البداية براءتي شخصيا من محاولة خداء الشعب لأن هذا لا يدخل في نطاق نيتي لا من قريب ولا من بعيد لكن مخاطبة اليوم لكم بهذه المناسبة تأتي بدافع من إيماننا بوجوب مصارحة جماهير شعبنا بالحقائق ومن حرصنا الشديد على توطيد قاعدة الوفاق السياسي الوطني المنبتق عن التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة في الرياض قبل عامين وأسبوعين من الآن وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ومن قادة دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة وقادة الدول الصديقة الداعمة للمبادرة والآلية التنفيذية لا شك في أنكم جميعا تعرفون بأن هناك حملات دعائية مستمرة ضد وضد الحكومة تشنها بعض الدوائر بالتزامن مع العديد من الأفعال والتصرفات التي تهدف كلها إلى افتعال العوائق والعلاقين أمام تنفيذ المبادرة والآلية وتسعى إلى نشر شعور عام باليأس والإحباط وذلك من أجل إقناع الجميع بأن الفشل صار عاما وشاملا وتتلخص عنوين هذه الحملة المضللة في ادعاء فشل الحكومة وفشل التسوية السياسية وفشل الحوار الوطني حتى قبل أن يبدأ وفشل عملية التغيير إجمالا إلى آخره بغية حملكم جميعا على فقدان اتقاه في التورة الشبابية الشعبية السلمية وفي إمكانية بلوغ كل أهدافكم ومطالبكم العادلة وفي المستقبل الذي تنشدونه ولكن حيهاتا حيهاتا أن تنجح تلك الدوائر فيما تريده لأنكم أوعى من أن تنطلع عليكم الأكاديب والافتراءات وهنا لا بد من أن أؤكد الموقف الحازم لحكومة الوفاق الوطني القائمة على أهمية الوصول إلى المستوى الضروري من التوافق السياسي والانسجاب الاجتماعي والوئام الوطني تعزيزا لمسيرة التسوية السياسية وتحقيق التنفيذ الكامل والدقيق للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وإشاعة أقواء من التقى لدرجة يمكن معها ضمان نقاح الحوار الوطني الذي سوف يمكن بلادنا بصورة متلى من التوصل إلى الحلول والمعالقات التي سوف تقعل من عام 2014 محطة حقيقية لإحداث انتقال نوعيا وهاما في تاريخ اليمن وفي حياة كل أبنائها خاصة وأن كل من سيشارك في الحوار بإمكانه طرح ما يريد دون خطوط حمراء ومن المهم هنا أن يكون واضحا بأنني لا أبحث عن أي نوع من المبررات كي يدافع بها عن حكومة الوفاق الوطني فهذه الحكومة ليست بحاجة إلى البحث عن الدلائع والمبررات ولا ترغب في المبالغة في سرد ما حققته من نقاحات ذلك لأن ما نقحت في تحقيقه يرتبط بصلب واجباتها الوطنية وبالتالي لا حق لها في أن تمن على أحد كما ليس لها أي حق في أن تدعي تحقيق ما لم تحققه وفي الوقت نفسه فإنها تعتبر النقد الموضوعي لأدائها مطلوبا ومرحبا به في كل حين وآوان لكن سلوك بعض الدوائر طريق التشهير بالحكومة بصورة متعمدة ومقافية للحقيقة لا يقف عند محاولة الإضرار الشخصي بسمعته والعراب سمعت الحكومة لدوافع سياسية مغرضة فحزم وإنما يتعداه إلى حد السعي إلى زرع عوامل اليأس والإحباط وإلى الدفع في تجاه أزمة سياسية مفتعلة علها تشكل عائقا إضافيا أمام تنفيذ المبادلة والآلية التنفيذية المزمنة كما تتمنى تلك الدوائر وهنا أستميحكم العذرة في أن أذكر مضطرا بالأوضاع والأحوال السيئة التي كانت تعيشها البلاد لحظة إناطة المسؤولية بحكومة الوفاق الوطني وبهذا الصدد أخانكم جميعا تعلمون بأننا بدأنا مهمتنا في ظل ظروف صعبة للغاية وخزينة فارقة ناهيك عن أنه تعين علينا أن نرد تريكة كبيرة من الأعباء التقيلة التي كنتم تعانون منها ولازلتم تعانون حتى اليوم من بعضها ومن تداعيات بعضها الآخر وهي أعباء ظلت تتراكم على مدى عقود من الاستئتار الفردي بالسلطة واستحواذ قلة من النافذين على معظم التروة الوطنية واستشراء الفساد في مفاصل الدولة وانعدام سيادة النظام والقانون وغياب المساواة في المواطنة والإمعان في تدمير القيم والأخلاق وإشعال الحروب الداخلية العبتية وافتعال الأزمات وتمزيق اللحمة الوطنية وإتكاء الصراعات بين مكونات المجتمع ما أدى إلى تعريض السلم الأهلي والتعايش الاجتماعي لمخاطر حقيقية باتت تتطلب من كل الخيرين اليوم بدل القهود الحتيثة لاحتوائها من خلال مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده بإذن الله لكن لم يكن الأمر يقتصر على ما سلف فقط وإنما كانت العاصمة صنعاء أقرب إلى مدينة أشباح والشوارع والطرقات مغلغة والحالة الأمنية منفلتة بصورة خطيرة وهدير الرصاص ودوي المدافع يقضان مذاقع الناس الوادعين في كل مكان والطرقات بين المحافظات والمدن مقطوعة والمشتقات النفطية معدومة وإن توفلت في السوق السوداء فإنها كانت تباع بأسعار مرتفعة جدا وكانت قرانا ومدننا غارقة في الظلام قراء قصف خطوط وأبراغ الكهرباء وأنابيب الغاز والبترول مخربة والجماعات الإرهابية المسلحة منتشرة في عدد من المحافظات وتسيطر على عدد من المدن والمناطق وخاصة في محافظتي أبيا وشبوة وتستعد للسيطرة على محافظات أخرى وكان كل هذا في ظل قسام خطير في قيادتي القيش والأمن وتعدد الجهات المسلحة الملتشرة والمشتبكة مع بعضها البعض ولا أخفيكم أن شعورا بالتهيب والقلق كان ينتبنا ونحن نتقدم لحمل المسؤولية في تلك اللحظة لإدراكنا بأن المشكلات صعبة ومعقدة فيما لم يكن بيدنا لا عصى موسى ولا خاتم سليمان وبالرغم من ذلك عقدنا العزم وتوكلنا على الله وبدأنا مشوار العمل المتابر معولين على الله سبحانه وتعالى وعلى دعمكم لنا ووقوفكم معنا وإنني عندما أتذكر الحالة التي كانت عليها أوضاع البلاد حينها وأنظر اليوم إلى ما نجحت الحكومة في تحقيقه أشعر بقدر من الرضا لكني لم أصل إلى راحة الضمير بعد إذ لا تزال أمامنا أشياء كثيرة يجب تحقيقها باعتبار هذا واجبنا كحكومة وعليه لن تتنينا العوائق المفتعلة والمنرسات المتوالية عن النهوض به على أكبر وجه بإذن الله ولا أزعو هنا بأن ما حققته الحكومة بإعادة التيار الكهربائي وتوفير المشتقات النفطية وإعادة ضخ الغاز والنفط للتصدير ودحل الجماعات الإرهابية المسلحة وملاحقة فنونها وتطبيع الأوضاع العامة إلى حد كبير والتحسن النسبي في الأحوال الأمنية لا أزعو بأن كل ذلك إرقى إلى مستوى الآمال التي عقدتموها علينا والتي تراودنا لكني أقول لكم بأن لدينا تصبيبا غير محدودا لتحقيق المزيد مما في ذلك إقصاء الفاسدين ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب على أساس من توفر الكفاءة والنزاحة وأخالكم أيضا توافقوني بأن من حق هذه الحكومة أن تلفت التباه المواطنين إلى أنها حققت بعض النقاحات الهامة على صعيد استعادة بعض الترواتل الوطنية التي كان النظام السابق قد أهدرها قراء ممارسات فاسدة من قبل رموزي والنافدين فيه وأخص هنا بالذكر استعادة ميناء الحاويات في عدن قراء إلغاء العقد مع الشركة الخليجية التي كانت قد تسلمت إدارته في واحدة من صفقات الفساد كما نجحت الحكومة في رفع سعر الغاز المباع لشركة توتال بدولار واحد إلى سبعة دولار وربع دولار بينما كان سعره عالميا عند الاتفاق مع الشركة يتراوح بين أحد عشر وثلاثة عشر دولار وسيتم رفعه حتما بإذن الله ليتساوى مع السعر العالمي كما أننا نعتزم التفاوض في الموحد المحدد وفقا للاتفاقية مع الشركة الكورية المستوردة العشرين في المئة من إنتاج بلادنا للغاز والتي تحصل على الغاز بثلاثة دولارات وخمسة سنت في صفقة فساد مفضوحة وتعتز الحكومة بأنها نجحت في كسب ثقة الدول والجهات المانحة التي رصدت أكثر من تمانية ونصف بليار دولار كمساعدات مساهمة منها في نهوض وتطوير اليمن أيها الأخوات أيها الإخوة كلنا يعلم بأن بلادنا لديها حاليا فرصة لا تؤوض لتحقيق قدر كبير من النمو الاقتصادي والاجتماعي واللحاق بغيرها من الأقطار النامية من خلال استيعاب المنح المالية التي تعهدت بها العديد من الدول الشقيقة والصديقة مساهمة منها في مساعدتنا في إنشاء بناء مشاريع البنية التحتية والخدمية الضرورية التي تحتاج إليها اليمن وإصلاح التعليم وتطوير الإدارة ومكافحة الفساد وأيضا من خلال فتح الأبواب أمام الكثير من رجال الأعمال والشركات التجارية الخليجية والعربية والدولية الراغبة في الاستثمار في بلادنا سواء في إقامة فدر سكنية ومراكز تجارية أو في بناء مصانع تتولى تغطية احتياجات السوق المحلية من منتقاتها والقيام بتصدير جزء كبير منها إلى الخارج وما من شك بأن ذلك سوف يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل لشبابنا الذين يعانون أيما معاناة من البطالة كما سيساهم في تقليص معدلات الفقر والبطالة وتحسين مستويات معيشة نسبة كبيرة من المواطنين بالإضافة إلى تمكين بلادنا من التقدم والتطور لكن تحقيق كل ما سلف يتطلب توفر الأمن والاستقرار بالدرجة الأولى إذ بدونهما لا يمكن أن يكون هناك تقدم وازدهار وهذا يستدعي منا جميعا حكومة ومواطنين الوقوف بحزما ضد كل من يعملون قاهدين على نشر مظاهر العنف وإقلاق السكينة العامة وتخريب أنابيب النفط والغاز وقسف محطات وأبراغ الكهرباء وإشاعة الفوضى في عموم الساحة الوطنية كي يحرموا شعبنا من الاستفادة من هذه الفرصة المتاحة التي قد لا تتكرر تانية في المدى المنظور ولهؤلاء يقول اتقوا الله في وطنكم وشعبكم إذ يكفيانهما ما يعانيانه حتى اليوم من فساد العقود الماضية ويكفي الحكومة دليلا على نجاحها ما قاله الأخ المناظل عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية والقائد العلا للقوات المسلحة كما أن إشادة كل من الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون خلال زيارته الأولى لليمن مؤخرا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني والسيد جمال بن عمر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوته الخاص إلى اليمن بالنجاحات التي حققتها الحكومة كل ذلك محل تقديرنا وإذا كنت أكتفي بهذا القدر فإن الإخوة الوزراء سوف يعرضون عليكم تباعا ما قام به كل واحد منهم في مقال اختصاصه بمزيد من التفصيل وذلك أقل ما يقتضيه منهم الواقب ككشف حساب في الختام أود أن أدعوكم جميعا مواطنات وواطنين إلى أن لا تلقوا بالا للدعايات المغرضة المطبطة للعزائم فالذين يروجون للفشل كذبا وتضليلا لا يمكن أن يكونوا جزءا من النقاح الذي تشهده بلادنا تباعا في هذه المرحلة بقهود كل الشرفاء والمخلصين من أبنائها نساءا ورقالا وأقول لكم جميعا بأن علينا أن نركز جهودنا على بناء الحاضر والمستقبل وأن ندعى قافلة الوطن تسير إلى الأمام دون أن نصيخ السمع لقوى الماضي التي ألقينا بها وراء ظهورنا وإلى الأبد أخيرا لا آخرا أود أن أؤكد لكم بأن القليل الذي تم تحقيقه لا يعفينا مطلقا من واجبنا في تحقيق الكثير المطلوب منها والله أسأل أن يوفقنا جميعا ما أحر تحياتي وأطيب تمنياتي لكم فردا فردا حفظكم الله جميعا وحفظ الوطن من كل شر ومكروه إنه سميعا مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته